أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء دروس قاسم الزبيدي على أهمية المخيمات الصيفية لخلق جيل متسلح بالوعي مناهض للفكر الحوثي والتطرف والإرهاب جاء ذلك خلال لقاءه بالعاصمة المؤقتة عدن بوزير الشباب والرياضة نائف البكري ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري حيث اطلع على التحضيرات الجارية من قبل وزارة الشباب والرياضة والوزارات ذات الصلاة لإقامة المخيمات الصيفية وبرامجها وفعلياتها مشددا على أهمية تضافر الجهود لإنجاحها في عموم المحافظات المحررة ووجه اللواء الزبيدي وزيري الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والوزارات ذات الصلاة بتنسيق الجهود مع السلطات المحلية في المحافظات والمديريات لضمان نجاح المخيمات الصيفية مشيرا إلى أهمية إقامة المخيمات لحماية الشباب وتعزيز وعيهم وتنمية معارفهم وتحسين عقولهم من الأفكار الهدامة التي تصدرها جماعة الإرهاب وفي مقدمتها جماعة الحوثي التي تسعى إلى تفخيخ عقول النش وتكريس ثقافة الإرهاب والتطرف والعبودية